الحج ماهر السلام عليكم وفضلكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله أنا متابعة جيد لك وبشكرك على كل حلقة والموضوعات التي تختارها لكن أمس حاولت أتصل أثناء منقشة حق مراس المرأة فأنا نحن معها ونطبق آيات الله سبحانه وتعالى بأن لها التمن لكن أنا في بعض القنوات في يدتك هذه الأيام ذكرت حاجة أريد التوضيح لها يقول أن المرأة العاملة إذا ساهمت مع زوجها أو كانت تمتلك شيء ودخلت به مع زوجها أن هي بعد وفاة الزوج تاخد حقها الأول وبعدين ترجع تاخد التمن أنا شايف أن صلمة أن هي رضيك أن هي تساهم مع زوجها بعد وفاة الزوج تكتفي بالتمن فقط فأنا عاوز الإضاح حاضر أوضح لحد ذلك حاجة ما أوضح لحد ذلك حاضر يا فاني الله يبارك شكرا تعالوا نتفع على حاجة مهمة جدا 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 في التعاملات التي بتكون ما بين الناس في الحياة التعاملات اللي بين الناس في الحياة إما تنبني على التراضي بمعنى إيه التراضي؟ إن أنا ببساطة خالص أنا قاعد معاش عايش مع حبيبي في الحياة وزوجي وزوجتي فبننفق بننفق بعد بعض وليس هناك أي شكل من أشكال لا الصدام ولا أشكال الإحساس بالغبن بالعكس إحنا حاسين إن إحنا كل واحد فينا بيبذل الفضل في أساس لازم نتعلمه في أمور الحياة الزوجية إيه اللي هو أساس الفضل فالناس لو عايشين مع بعض في الفضل إحنا ما نمنعش الناس إن نتعيش مع بعض في الفضل ولذلك الأساس إذا واحد أعطى ماله الحد ولم ينص على إنه بيعطهوله على شكل دين أو بيعطهوله على شكل قرض هو أو بيعطهوله لأي سبب الأسباب اللي التعاقدية فيبقى خلاص المال دوت بيبقى في شكل هبة في شكل هبة طيب بنقول الكلام ده ليه عشان إحنا البيوت عندنا بتؤسس على الفضل يا ساد يعني إيه إحنا منش نتكلم دلوقتي في مسألة أي عبارة أو أي نقاش لأي مسألة تانية وهي مسألة حق المرأة للمال اللي الآن بيناقش فيه وهناك بحث طويل فيه لكن إحنا بنتكلم فيه تكريس مبدأ أساسي في البيوت وهو مبدأ الفضل إن كل حاجة في البيت مش بتبقى بالحسابات ولكن بتكون بالفضل إحنا مش عايزين نكرس في حياتنا إن الناس وقفين لبعض على الوحدة أو الناس قاعدين قدام منصة القضاء البيت مكان للسكن والسكينة والمودة والرحمة عايزين نقلل من وطيرة المنازعات كتير أنا بتكلم في أصل شايف إن هو غايب ويمكن الحاج ما قال كان عايز نتكلم على الأصل ده يا سادة كتروا الفضل بينكم آه صحيح فيه مشكلات والمشكلات دي تحل تحل بالنقاش وتحل بالبحث بس أرجوكم ما ننساش الفضل لأن الفضل ده ده اللي بيخلي الحب يفضل في البيوت والمودة تفضل في البيوت والرحمة تفضل في البيوت